السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لازم نصلى على النبا جماعة عشان نكسب حسنتين وربنا يرضى عنا وإحنا بنقدم حاجة كده الهلال يعود للمقدمة الهلال يعود للصدارة كل جماهير الفرق المنافسة للهلال النهاردة كان بتتابع المباراة لعله وعسى لعله وعسى الاخدود يقدر يفقد الهلال نقطتين وينتزع منه نقطة ولكن الهلال المصمم فرصته جت الفرصة جت للهلال ان انا اقضى على الصدارة برتاحية يعني مش اقول لك حاجة ان هي فتوانة من خيسوس المدير الفني للهلال لان خيسوس المدير الفني للهلال عليه علامات استفاهم كبيرة جدا في الاداء وفي حاجات كتير جدا لان انت عندك امكانيات كبيرة كبيرة ولكن جتلك على طبق من دهب جميل الهلال نهاردة كانت الآن الغاية الدقيقة واحد يسابه هدف ميشيل ديل جادو في دقيقة عزرة ما كانش مطمن ما كانش مطمن خالص وجات فرص كتيرة ان هي تريح الهلال بعد طرد لعب الاخدود في دقيقة في دقيقة الرابعة من الوقت بدل ضائع للشوت الاولى انت نازل بالشوت التاني بتلعب كامل العدد امام الاخدود ناقص العدد فارق الامكانيات فارق كتيرة جدا الجمهور للهلال قاعد مش مستريح قاعد مش متطمن تغييرات خيسيوس غير مطمئنة انت بتطلع ملكم اللي هو لاعب مهم جدا في خط الوسط وصنع لاعب هو هدف انت بتعمل ايه اعمل حاج انا معرفش يعني خيسيوس انت ماشى معاك خيسيوس انت ماشى معاك هتقول لي ان انت مدرب وان انت شغال شغل سليم مع ان دي الفترة ليك التانية مع الهلال لكن هي توفيق وعدم توفيق ربنا يعني امك راضي عنك في حد دعائلك في العيلة فهي الدنيا ماشى معاك وجمهور الهلال قاعد منتظر الصدارة الدنيا تومنت مع الهلال في دقيقة واحد وسبعين بعد استسجيل الهدف التاني وبعد الهدف التالي طبعا هي خلاص طالما فتحت خلاص فتحت لكن انت المساحة دي كلها والوقت ده كله الفريق قاعد مضغوط بامكانيات وصاد فريق ماقص العدد فدي مشكلة مشكلة نازم تحلها لان انت لسه هتقابل انت عمي كيسيوس انت لسه هتقابل فين قدراتك الفنية والإدارية كمدير فني كمدير فني طبعا ألف مبروك النهاردة للهلال وجمهور الهلال وارد لك لجماهير الفرق المنافسة يعني انت دلوقت النهاردة مش اللي حدود هو اللي خسره طبعا انت عندك اللي خسره انه النهاردة النصر والاتحاد والأهلي والاتفاق وكل الفرق اللي هي بتنافس والتعاون برضو النهاردة فرق اللي الصدارة بقى اتسع بين الهلال والاتحاد والنصر والأهلي وفرق نقطة وحيدة عن التعاون الحصان الأسود لهذا البطول الغاية منشوف التعاون هيعمل ايه انت مش عارف التعاون التعاون فرقة تقيلة جماعة التعاون هل هيخد الدوري هل هيقدر يستمر بإمكانياته للمنافسة على البطولة النهاردة احنا بنشوف خسارة النصر مبارح نقطتين خسارة هي خسارة للنصر مبارح ما تقوليش تعادل ما انت المبارح انت وقعت وقعها ما يعلم بالا ربنا تديل النصر وجمهور النص غير متوقعة طبعا وكانوا عايزين النهاردة مثلا اللي اخدوتي عالج اللي حصل مبارح ولكن 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 انت للهلال جات له الفرصة يا جماعة جات له الفرصة خلص مش هضيعها حتة اننا نيع فرصة دي مش هضيع الهلال بيتمسك بالفرص والهلال اصبح بالصدارة بفارق نقطة وحيدة عن التعاون بلصيد 23 نقطة يليه التعاون بلصيد 22 نقطة يليه النصر والاتحاد والاهلي متسوين في النقاط بلصيد 19 نقطة فرق فرق يعني الهلال هيقعد مستريح اسبوعين ثلاثة في الصدارة هيقعد مستريح اسبوعين ثلاثة في الصدارة وده هيدي له 8 اكتر خيسوس ما هوش المدير الفني اللي انا شايفه اداءه عالي جدا مع امكانيات لعبة النادي الهلال ولكن الهلال عنده عنده مقومات وعنده لعبة وعنده نجوم وعنده جمهور وقدر النهاردة انهم يعود للصدارة ويتمسك بيها بشكل كبير وهنشوف اللي هيتدور في الايام اللي جاية بس ما تنسانيش تعمل لي لايك وتشارك قناة فعل الجرس وقالف مجروق لجمهور الهلال وهارضي لك لجمهور النصر والاهل والاتحاد والتعاون وكل الفرق اللي بتنافس والاتفاق طبعا والفرق اللي بتنافس الهلال وبتنافس على دوري روشن السعودي اللي بيقدم لنا كورة جميلة السنة دي وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته